ألغى حكم مباراة الأهلي هدف والتربواليا في مرمى الدحيل في الدقيقة 38 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميسة على الساد المدينة التعليمية بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية وتستمر النتيجة تقدم الأهلي بهدف دون رد أحرزه حسين الشحيط في الدقيقة 30 وأعلن بيتسو موسماني للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقارن لها السبع ونصف من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة في مستهل المشوار للفريق بكأس العالم للأندية وجاء تشكيل الأهلي كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بنون وعلي معلول وعمر السلية وحمد فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشا وحسين الشحيط وولتر بواليا ويأتي على مقاعد البدلاء كل مننا علي لطفي وأحمد رمضان ومحمد شريف وجونيور أغاية وألو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير ويسجل الأهلي ظهوره السادس في كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية أفريقيا حضورا في مدية للأندية وسيني أكثر فرق العالم حضورا في البطولة العالمية ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سجل حضوره في البطولة الأكبر في العالم على صعيد الأندية بستة مشاركات ولم يسبق لأي فريق مصري المشاركة في البطولة منذ انطلاقها الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة إفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الأندية نسخة 2006 عندما فاز بالمركز الثالث وتوجب الميدالي البرونسية ليصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يتمكن من تحقيق ميدالي عالمية في كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات خاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسبانية خلف أوكلاند سيدي النوزلندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال وفي النسخة الحالية يستطيع الأهلي الإنفراد بالمركز الثاني وأحتلال المركز الأول مناصفة مع بعض النوزلندا حال تخطية عقبة الدحيل الكطرية في مستهل مشواره بالبطولة وعلى مدار 12 مباراة للأهلي في المونديال لم يسبق لباطل إفريقيا التاريخية وملكها المتوجه مواجهة أي فريق أوروبي حيث التقى بفرق المكسيك في أربع مناسبات وفريق البرازيل في مناسبتين وفريق أستراليا في مناسبتين والسعودية ونيوزلندا واليابان والصين في مناسبة واحدة وواجه الأهلي فرق اتحاد جد السعودي وسيدن الأسترالي وأوكلاند سيت نيوزلندا وانترناسول لبرازيل وباتشوكا المكسيكية ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بفريق الدحيل القطرية في السابعة والنصف مساء في المباراة التي انتهت واحدة مقابل لا شيئا